إيت إيز يعني إنه يكون أو إنها تكون واختصارها عندنا في الإنجليش اللي هو إيتس تمام؟ بنكتبها إزاي؟ بنكتبها إيت أباستروف إس زي ما موجود عندنا في الصورة إيت أباستروف إس ده اختصار إيت إيز طيب اختصار إيز نوت اللي هو إيه؟ لا تكون اختصارها إيزنت اختصارها إيزنت بنكتبها إزاي؟ إيز إن أباستروف تي هيبقى هنشيل الأو ومنحط مكانها أباستروف أوكي؟ الصورة الأولى عندنا إيبوك 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 يعني إيه؟ كتاب this is my book يعني هذا هو كتابي this isn't my book هنا إيزنت بتيجي للنفي وإيز بتيجي للجملة اللي هي بنأكد على المعنى بتاعها يعني مسبتة عندنا إثبات ونفي في الإنجليش تمام؟ الإثبات اللي هو الجملة العادية الجملة اللي فيها نفي هي دات إيه؟ جملة من فيه وبنستخدم معاها not أو إن أباستروف تيه اللي هو اختصار النفي تمام؟ this isn't my book ده مش كتابي it's your book ده مش كتابي أو هذا ليس كتابي it's your book it's your.. إيه؟ your book ما قلناش بقى it is لا قلنا إيه؟ it's your book يبقى بنختصر it is بنقول إيه؟ it's طيب الصورة رقم أربعة عندنا بيقول this isn't my book it's your book هي الست بتقول له ده مش كتابي ده كتابك this isn't my book it's your book هو هنا بيورينا شكل الإختصار بتاع it is وبتاع is not يبقى شكل الإختصار بتاع it is قلنا it's وشكل الإختصار بتاع is not isn't في الصورة رقم خمسة thank you هي بتقول له شكرا thank you وهو بيقول لها شكرا thank you فكل واحد أخد كتابه يعني بعد كده عندنا do not do not do not ليه اختصار برضه؟ بنقول don't don't يبقى اختصار do not don't اختصار do not don't وdon't بمعنى لا يفعل أو لا تفعل أو لا تفعلي don't مثلا don't move this chair يعني ما تحركيش الكرسي طيب this isn't my book it isn't your book it's tom's book this isn't my book ده مش كتابي it isn't your book ولا هو كتابك it's tom's book ده كتاب tom it's his book في الصورة 7 بيقول it's his book ده كتابه في الصورة 8 بيقول this isn't my book ده مش كتابي it's not your book ولا هو كتابك it's an's book it's an's book ده كتاب an وأبصرف اس هنا في an's يعني لما نقول an's book يعني كتاب an والأبصرف اس ديت للملكية بحنا نعرف برضو لما نجي نعمل ملكية مثلا لحاجة أو شيء معين مثلا نقول it's a sham's car يعني دي عربية هشام it's a sham's car it's a sham's car يعني ايه دي عربية تخص هشام وبنحط بعد اسم بعد اي اس نحط ايه بتدل على ملكية ايه صاحبها الصورة رقم 9 it's hair book it's hair book يعني ده كتابها هو رجل بيشاول في الصورة بيقول ايه بيقول it's hair book مش بيقول بقى it is لا هو بيقول it's hair book في الصورة رقم عشرة بيقول whose book is this whose book is this يعني ايه يعني كتاب مين ده طبعا مش مكتوب اي اسم على الكتاب فهو بيسأل بيقول whose book is this بتاع مين ده فاحنا عندنا استخدام كلمة who's who's بيجي لما بنسأل عن مين مالك الشيء دوت مين المالك ليه فبنستخدم who's من الذي يمتلكه يعني whose book is this كتاب مين ده ففي الصورة الاخيرة بتقول له I don't know I don't know انا لا اعلم او انا لا اعرف I don't know هي بقى مش بتقول بقى I don't know هي بتقول I don't know للاختصار يعني I don't know انا لا اعرف تعالوا بقى نشوف كلمة جديدة معنا برضو عندنا كلمة كاميرا لو كاميرا واحدة هنقول اكاميرا لو كاميرات كتيرة بنقول كاميراز بنزود اس والي هي لجمع تمام طبعا اكاميرا يعني ايه كاميرا واحدة اكاميرا نعم كاميراز كاميراز يعني ايه كاميرات كتيرة كاميراز ده في الصورة الاولى وفي الصورة الستة في الصورة الاولى اكاميرا في الصورة الستة كاميراز فاكاميرا دي مفرط وكاميراز جمع في الصورة الرقم اثنين عندنا ايه موبايل فون? اموبايل فون. اموبايل فون يعني. تليفون محمول. الصورة رقم سبعة الجامعة بتاع اموبايل فون. اموبايل فون. الجامعة بتاعه. موبايل فونز. موبايل فونز. يبقى بنشيل الايه? وبنزود اس في كلمة فون. تبقى فونز. تمام? يبقى موبايل فونز. موبايل فونز يعني تليفوناية محمولة. كلمة اكي اكي يعني مفتاح. جمعها في السورة رقم تمانية جامعها كيز. كيز مفاتيح. يبقى شلنا الايه? وزودنا حرف الاس في اخر الكلمة. بدل ما تبقى اكي بقت كيز. كيز يعني مفاتيح. نفس الموضوع مع ابن. ابن يعني قلم جاف. جامعها بنز. جامعها بنز. بعد كده الصورة رقم خمسة. اهاوس. اهاوس يعني منزل. جامعها هاوسز. جامعها هاوسز. بنشيل الايه? ويه بنضيف اس للكلمة. بدل ما تبقى هاوسز. بتبقى هاوسز. في الصورة رقم حداشر عندنا لابتوب. لابتوب. في الصورة رقم ستاشر الجامع بتاعها لابتوبس. يبقى جامع كلمة اللي هو اللابتوب اللي احنا بنستخدمه كمبيوتر المحمول. يبقى الجامع بتاعه لابتوبس. بنشيل الايه? ونزود اس للكلمة. تبقى بدل لابتوب تبقى لابتوبس. في الصورة رقم اتناشر. اووتش ساعة ساعة يد. اووتش. في الصورة رقم سبعتاشر تبقى ووتشز. الجامع بتاعها ووتشز. يبقى ووتش يعني ساعة واحدة. ووتشز يعني ساعات. اوالت محفظة. جامعها والت. جامعها والت. محافظ. ابيرس. ابيرس يعني حقيبة حقيبة سيدات يعني اه تتشاعل يعني في اليد كده. حقيبة يد السيدات. ابيرس. تبقى جامعها بيرسز. بيرسز. يبقى ابيرس. ابيرس. جامعها بيرسز. طيب. اكار. اكار يعني ايه? عربية. او سيارة. جامعها كارز. جامعها كارز. يبقى اكار عربية او سيارة. جامعها كارز يعني عربيات او سيارات. تعالوا بقى نستخدم الكلمات اللي احنا لسه قيلنها. في جمل. عندنا في الصورة ديت. في رقم واحد بيقول. هي دي الكاميرا بتاعتك. الكاميرا ديت بتاعتك. في الصورة التانية بتقول له. لأ مش بتحتي. بعد كده بتقول له كاميرا هي دي كاميراته هو. فهي برضو بتسأل. يبقى احنا نسأل ازاي? او او لما نيجي نقول كاميرا يعني هل الكاميرا ديت تخصك? او الكاميرا ديت بتاعتك? نعم لما نسأل نقول هل الكاميرا ديت بتاعته? يبقى هو هنا غير كاميرا احنا ممكن نسأل او ازيت. يبقى نسأل او ازيت. طيب. طيب. في الصورة رقم تلاتة. هل الكاميرا ديت بتاعتك? فالرجل بيقوله يبقى لما نيجي نسأل او او ار بنرد بايه؟ او او انه حنا بنرد هو راجل هنا بيرد بيقوله لا الكاميرا دي مش بتحتي. وبيسأل برضو بيقول كاميرا هي الكاميرا ديت بتاعتها في السرعة رقم اربعة الولد بيسألها بيقول لها هي الكاميرا دي بتاعتك فراحت بتردها تقول له يعني ايه? ايوة الكاميرا دي بتاعت او ايوة هي كذلك او هي تكون نعم انها تكون دي لو هنتكلم رسمي لو هي بنترجم بالطريقة بتاعتنا العمية يبقى نقول ايه? ايوة دي بتاحتي في السرعة رقم خمسة مساء تاني على كلمة تانية عندنا كلمة بن واستخدامها برضو. كلمة بن اللي هو قلم جيف. فالولد بيسألها بيقول لها زي ما سألنا فوق برضو. قلنا ايه? لكن هنا بيختلف الكلمة. تمام? فبنستخدم كلمة مختلفة عن الكلمة الاولى. بقى احنا فوق استخدمنا كلمة كاميرا. في الصورة رقم واحد. في الصورة رقم خمسة استخدمنا كلمة بن. هو ده قلمك الجيف بتاعك. هو ده قلمك. في الصورة رقم ستة بتقول له لا ده مش قلمي. وبتسأل برضو بتقول هو ده ده قلمه هو هو ده قلمك. في الصورة رقم سبعة الولد بيسأل هو ده قلمك. فالراجل بيرد عليه بيقول له الراجل بيقول له لا ده مش قلمي. وبيسأل برضو بيقول هو ده قلمها هي. يعني معنى الكلام ان هو ممكن يقول ايه يعني. طب روح اسألها يمكن يكون قلمها هي يعني. هو ده اصدر راجل. ففي الصورة رقم تمانية الولد بيسأل بيقول هو ده قلمك. فبتجاوب عليه الستة بتقول له يس اتيز. ايوة ده قلمي. يس اتيز او يعني نعم انه يكون. نعم انه يكون. يس اتيز انه كذلك. يعني ايه? ايوة ده قلمي. في الصورة اللي معنا زا بينسونز اللي هي عقلية بينسون اللي احنا قلنا هتبقى معانا في المحادسات اللي احنا بنتكلم عنها. في الصورة الاولى زي ما احنا شايفين كده في موبايل محطوط على على دكة. واشخاص واقفين مع بعض اللي هم عقلة بينسون. يعني تقريبا اخو بينسون وكده. العيلة يعني. تعالوا نشوف الصورة رقم اتنين. الولد هنا بيسأل بيقول. بيقول تليفون محمول مين ده? يعني الموبايل ده بتاع مين? فالراجل اللي هناك اللابس قميس اصفر بيقول له. اي انا معرفش. فالولد بقى بيسأل. ده السؤال. يعني ايه? يعني لما نيجي نسأل اي حد نقول له. مسلا. تليفون مين ده? او تليفونك انت ده? او تليفونك انت ده? عايزين نسأل. فنسأل بالملكية. مين صاحب التليفون? يعني ده تليفون مين? مين اللذي يمتلكه? فالاجابة هنا الراجل بيقول له. I don't know. يعني انا معرفش. في السورة رقم ثلاثة. Excuse me. Is this your mobile phone? الولد بيسأل الراجل بيقول له. معزرة. هل هذا هو تليفونك المحمول? فالرجل بيقول له. no it isn't. لا. مش بتاعي. no it isn't. الولد بيسأل تاني في السورة رقم اربعة. فبيقول excuse me is this your mobile phone? فالست بتقول له no it isn't. يبقى احنا نستخدم اسلوب excuse me يعني من فضلك او بعد اذنك excuse me. لما نيجي نكلم حد نقول له ايه? نسأله عن حاجة مسلا. نقول له ايه? excuse me is this your mobile phone? او على حسب السؤال بقى اللي احنا عايزين نسأله. بس هو لازم نقول ايه? excuse me. يعني بعد اذنك من فضلك. يبقى لازم ايه? ده اسلوب نستخدمه لما نيجي نطلب حاجة من حد. طيب. في السورة رقم خمسة. excuse me is this your mobile phone? الولد بيسأل برضو واحدة تانية بيقول لها معذرة او بعد اذنك? التليفون ده بتاعك? فبترد عليه في السورة رقم ستة بتقول له yes it is. ايوة ده بتاعي yes it is. يبقى هو سأل ب is this your mobile phone? فبتقول له ايه? yes yes it is. yes it is. وراحد ايه? شكرية بتقول له thank you. yes it is thank you. فعن طريق المواقف ديت بنتعلم ازاي نتكلم ونرد. يعني ازاي نسأل وازاي نرد باجابة باسلوب مهزب ولطيف. اتمنى يكون الدرس عجبكو. ونكمل مع بعض محادثات تانية وكلمات جديدة تانية ان شاء الله. thank you so much. سأل